منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979 والتاريخ الإيراني يسجل صفحات سوداء لانتهاكات حقوق الإنسان أبرزها الإعدامات بحق سجناء الرأي والعقيدة وهو ما تحدثنا عنه في تقرير سابق وفي تقرير اليوم تطلعنا الزميلة ديمة نجم على كبت طهران لحرية الرأي والتعبير بعد أن حلت إيران في المرتبة الثانية عالميا من حيث حالات الإعدام ها هي تحتل المرتبة الثالثة في كبت الحريات والتعبير تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود يسلط الضوء على الصحفيين الرهاء والمحتجزين والمفقودين في مختلف أنحاء العالم أوضح أن إيران حلت في المرتبة الثالثة بعض الصين ومصر من حيث اعتقال وسجن الصحفيين خلال عام 2015 جاء في تقرير الذي نشر عبر الموقع الرسمي للمنظمة أنه في بداية شهر نوفمبر الماضي أطلقت إيران حملة اعتقالات جديدة ضد الصحفيين بتهم وجود شبكة تجسس وأضاف أنها تواصل احتجاز مراسل صحيفة واشنطن بوست جايسون رضائيان منذ أكثر من عام ونصف وهي نماذج تبين كيفية تعامل الحكومة مع الصحفيين أضاف التقرير أن هناك ما يزيد على 65 صحفيا ومدونا يقبعون في السجون من بينهم عشر صحفيات وثلاثة صحفيين أمريكيين ما جعل إيران تسجل رقما قياسيا في ارتفاع عدد الصحفيين المسجونين ومنذ الانتخابات الرئاسية في عام 2009 تم اعتقال ما يقرب من 300 صحافي أجبر كثير منهم على العيش في المنفى وتفيد تقارير إيرانية معارضة بأن ثلاثة سجناء في العنابر خمسة وستة وسبعة في السجن المركزي لزاهدان لقوا مصرعهم على مدى ثلاثة أيام متتالية في ديسمبر كانون الأول الماضي إسر التعذيب الوحشي ويرى مراقبون أن سيطرة تيار المحافظ المتشدد التابع للمرشد علي خامنئي على الأجهزة الأمنية والقضائية يزيد من حالات الإعدام والاعتقالات داخل البلاد بينما لا يتمتع الرئيس حسن روحاني بصلاحيات الكافية لتقليل من حدة الأحكام الصادرة وهو ما يفسر عدم تنفيذ وعوده بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم زعيم الحركة الخضراء مير حسين موسوي ومهدي كروبي حتى الآن المقاومة الإيرانية نشدت بدورها في بيان لها انقذ حياة أفشين بايماني وأرجنك داودي وهما من السجناء السياسيين في سجن كوهردشت بمدينة كراج بعدما أضربا عن الطعام داخل السجون بينما يقضي السجين عمر فقيه بور الحبس في سجن كوهردشت منذ 15 عاما دون إجازة ولقاء حضوري هيئات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية غالبا ما تصدر بيانات وإحصاءات تظهر أن سلطات طهران تنفذ جرائمها في حق مئات الناشطين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعارضين وسط نظام قضائيا غير مستقل ويخضع للضغوط السياسية ولا يوفر الحد الأدنى من المحاكمات العادلة